الالكالين فوسفاتيز انزاين ELP الالكالين فوسفاتيز عبارة عن انزايم نستخدمه كواحد من الـ liver function test الـ abbreviation عبارة عن ELP هو له اكتر من اختصار ولكن ده اشهر اختصار اللي هو ال- ELP العين اللي بنستخدمها عشان نقيس الالكالين فوسفاتيز هي عينة السيرم بنجمعها في red top tube اللي ما بيبقاش فيها اي انتيكواجلند وياس الالكالين فوسفاتيز ما بيحتاجش صيام او fasting قبل تجميع عينة الدم ال- precaution اللي بناخدها اثناء تجميع عينة الدم ان احنا لازم ناخد بالنا ان اي مريض عنده liver dysfunction بيبقى دايما عنده prolonged clotting time وبالتالي هو معرض للنزيف وكمان بعد تجميع عينة الدم بنوجه المريض ان هو يضغط على مكان التجميع فترة اطول عشان يحصل clotting للبلد الـ reference value بتختلف على حسب العمر في الـ adult بتبقى من 30 الى 120 unit per liter ولكن في الـ children والـ adolescent بيبقى وبيختلف على حسب العمر زي ما احنا شايفين نتيجة للـ bone growing لان الـ alkaline phosphatase بيبقى موجود بكمية كبيرة داخل الـ bone وهنتكلم على ده بالتفصيل اثناء وبيلاقي دايما الـ elderly او اللي هما الكبار في السن بيبقى دايما عندهم slightly higher than الـ adult value الـ method of measurement بنقيس الـ alkaline phosphatase عن طريق الـ spectrophotometry وفي الحالة دي بنقيس total alkaline phosphatase بينما لو عايزين نقيس different fractions الـ alkaline phosphatase بنعمل الـ electrophoreses او فصل الـ alkaline phosphatase الـ alkaline phosphatase enzyme found in mini tissue موجود بـ high concentration في الـ liver and pulary tract epicellium كمان موجود بـ high concentration في البوم الـ alkaline phosphatase بيبقى موجود في الـ other tissues زي البلاسنتا وكمان موجود في الجيرميسلز والكيدنز علشان كده احنا بنعتبر الـ alkaline phosphatase non specific enzyme لان الـ high concentration موجود في اكتر من والـ alkaline phosphatase enzyme have four mean isoenzyme اربعة isoenzyme او اربعة of alkaline phosphatase بيبقوا موجودين في الـ different tissues الـ isoenzyme number one من الـ alkaline phosphatase بيبقى موجود في الـ liver والـ pulary epicellium الـ isoenzyme number two بيبقى موجود في البون الـ isoenzyme number three بيبقى موجود في الـ intestinal mucosa والـ isoenzyme number four بيبقى موجود في البلاسنتا وخاصة في الـ advanced pregnancy اثناء الثرى الـ alkaline phosphatase enzyme مكون من مقطعين المقطع الاولاني وهو الـ alkaline او basic pH لان الـ optimum function of alkaline phosphatase بتبقى في الـ alkaline pH او basic pH المقطع الثاني وهو الفوسفاتase نتيجة لان الـ alkaline phosphatase عبارة عن cleavage enzyme بيعمل remove the phosphate group from molecules والremove of phosphate group بيبقى مهمة جدا للـ function of alkaline phosphatase الـ function of alkaline phosphatase بتشمل degradation of endotoxins كمان بتشمل mineralization of bone الـ alkaline phosphatase بيبقى موجود في الـ osteoblast cells عشان كده اي زيادة في الـ osteoblastic activity بتؤتي لزيادة الـ alkaline phosphatase في البلاسنتا الـ osteoblastic cells بتبقى مسؤولة عن mineralization of bone لانها زي ما احنا شايفين بتعمل ترسيب للكالسيوم والفوسفرس داخل البون عشان كده اي زيادة للـ activity للـ osteoblastic cells بيؤدي لزيادة الـ alkaline phosphatase في البلاسم الـ alkaline phosphatase بيبقى موجود داخل الليفر وخاصة بيبقى موجود داخل الكوفر cells اللي بتبقى موجودة line bilary collecting system زي ما احنا شايفين في الصورة بيبقى الـ alkaline phosphatase موجود في كل cell lining للبيل canale coli والcollecting duct اللي بتعمل transfer للبيل والـ alkaline phosphatase بيحصل الـ الطبيعي لعملية عشان كده بيحصل في الـ alkaline phosphatase في حالة بيزيد في الجنرال سيركوليش علشان كده الـ alkaline phosphatase بنعتبره مؤشر لـ والسيرروزز داخل الليفر لان اي obstruction في البايل باسوي على طول الـ alkaline phosphatase في البايل والبايل أسد بيعمل بمعنى أنه بيزود إنتاج الـ alkaline phosphatase من الـ endoplasmic reticulum وبعد كده الـ alkaline phosphatase بيتخزن تحت الممبرين علشان كده نسميه membrane bound enzyme بيتخزن على الـ وسيناسويدال هباتوسايت ممبرينز كمان البايل أسد بيعمل الـ alkaline phosphatase زي ما قلنا الـ alkaline phosphatase بيبقى عبارة عن membrane bound enzyme بيبقى ماسك فيه الممبرين عن طريق الـ البايل أسد بيعمل او cleavage of GPI بالاضافة للـ phospholipase D والبروتياز كلها بتعمل cleavage للـ GPI وعلشان كده اول ما بيحصل cleavage للـ GPI على طول بيحصل release للـ alkaline phosphatase from membrane وبيتجه الـ sinusoid وبعد كده بيوصل للـ وبيزود الـ alkaline phosphatase علشان كده الكوليستاسيس بيزود alkaline phosphatase نتيجة لـ وبالتالي بيحصل للـ sinusoid كمان بيعمل الـ induction داخل الـ بالاضافة لعملية يعني بيزود انتاجه وكمان بيعمل أو بيعمل cleavage alkaline phosphatase اللي بيبع للممبرين وبالتالي بيسهل خروجه من الخلايا وعشان كده بيزيد في حالية الكوليستاسيس بشكل كبير جدا وعشان كده احنا بنسمي alkaline phosphatase cholestatic enzyme بمعنى انه انزيم بيزيد في حالة الكوليستاسيس أو closure لـ why we measure alkaline phosphatase enzyme زي ما قلنا alkaline phosphatase موجود في البون والليبر عشان كده بنستخدم alkaline phosphatase to detect and monitor diseases and bone الحاجة التانية بنستخدم alkaline phosphatase to differentiate between obstructive hepatopillary tract from hepatocellular disease لانه بيبقى فيه greater elevation of alkaline phosphatase في حالة obstructive hepato pulary tract عشان كده بنستخدم alkaline phosphatase to determine bone growth and destruction in children لان زي ما قلنا اي نشاط في البون بيزود alkaline phosphatase عشان كده alkaline phosphatase بناخده مؤشر لل bone growth او destruction اللي هي الانشطة اللي بتزود osteoblastic activity زي ما قلنا alkaline phosphatase بيبقى non specific enzyme موجود في اكتر من organs عشان كده بنقسم الاسباب اللي بتؤدي له increase of alkaline phosphatase على حسب الورجن اول مجموعة من الاسباب اللي بتزود alkaline phosphatase وهي liver diseases وخاصة liver diseases اللي بتعمل obstruction ايا كان mild او severe كلها بتعمل elevation في ال alkaline phosphatase liver diseases اللي بتؤدي لي increase of alkaline phosphatase بتشمل primary cirrhosis intra hepatic or extra hepatic pulary obstruction primary or metastatic liver tumor كمان في حالات pancreatitis سواء acute او chronic بتزود alkaline phosphatase نتيجة لانها بتعمل swelling وي في بروزيس around bile duct وبالتالي بتضغط على bile duct وبتعمل لها obstruction المجموعة الثانية من الاسباب بتبقى bone diseases زي ما قلنا هو موجود في bone high concentration علشان كده بيزيد في حالة metastatic tumor tumor to the bone في حالات healing fracture في حالات osteomalacia وكمان في حالة disease كل دي امراض بتؤدي لي زيادة alkaline phosphatase لانها بتزاود osteoblastics activity وبالتالي بتزاود iso enzyme اللي بيخرج من bone alkaline phosphatase number two وعشان كده بتزاود total alkaline phosphatase الموجود في البلازم وبالتالي alkaline phosphatase زي ما قلنا هو عبارة عن non specific enzyme لو زاد ممكن يبقى مشكلة داخل الليبر او مشكلة داخل البول عشان نفرق ما بين source of elevated alkaline phosphatase بنقيس five nucleotides enzyme مع alkaline phosphatase five nucleotides enzyme is made predominantly in the liver عشان كده لو لقينا alkaline phosphatase زايد والfive nucleotides زايد معنى كده ان سبب زيادة alkaline phosphatase هي liver diseases ولكن لو لقينا alkaline phosphatase زايد بينما five nucleotides normal معنى كده ان زيادة alkaline phosphatase بتبقى نتيجة البون diseases ودي بتبقى طريقة سهلة لعملية differentiation اسهل من عملية الالكترو والنحن نقيس الايزو انزيم المختلفة ونحدد نوع الايزو انزيم اللي زايد وبالتالي بنقدر نحدد الارجن اللي تسبب في زيادة alkaline phosphatase الأسباب الأخرى اللي بتؤدي لي زيادة alkaline phosphatase وهي الالسيراتف colitis كمان بيزيد في حالات وخاصة في نتيجة لان الالكالين فوسفاتيز بيفرض بواسطة البلاسنتا كمان بيزيد في حالة كمان بيزيد في حالات كمان بيزيد في حالات لان زيادة الباراثيرويد هرمون بتؤدي لديمونراليزيشن للبون وعشان كده بيزود الالكالين فوسفاتيز احنا بشكل كبير جدا بنهتم بزيادة الالكالين فوسفاتيز لانها بتدينا انديكيشن عن الكوليستاسيز والبون ديزيز بينما يوجد بعض الأسباب اللي بتؤدي لديكريز في الالكالين فوسفاتيز زي في حالات السيفير أنيميا في حالات الهيبوفوسفاتيميا كمان في حالات نيوتريشنال ديفيشنسي وزينك ماجنيزم انترفيرين فاكتور فور الالكالين فوسفاتيز او الحاجة وبالتالي الالكالين فوسفاتيز بتختلف على حسب العمر عشان كده لازم وانت بتعمل لازم تحدد عمر المريض بالزبط عشان تقدر تكاري ما بين الرفرانس رينج المصبوط الحاجة التانية وهي الدراجز في مجموعة من الدراجز بتؤدي لزيادة الالكالين فوسفاتيز زي في حالات الانابوليك سترويدز الالو بيوري النون ومجموعة اخرى من الدراجز بتؤدي لزيادة الالكالين فوسفاتيز لان الدراجز دي اما بتعمل كلستاسيز او بتعمل هباتو سيلولار دامج كمان الهيمولايز بلود سباسمين مي كوز فالسلي اليفيتيد ريزالتس الريليتد تيست زي ما هنا الالكالين فوسفاتيز واحد من الكلستاتيك انزيم عشان كده بنقيس معاه الجاما جلوتاميل ترانس بيبتيديز والفايف نيوكليتيديز انزيم وبنيƯسو ضمن «ليفر.. تيست بانيل» اللي بيبنى فيها الالانين أمينو-ترانس فريز والأسبارتيت أمينو-ترانس فريز والليكتيك دي هيدروجنيز اللي يوسين أمينوبsti دياتيز و Esse القرياتين و كمان الكرياتين كاينيز بنيجي상 بالالكالين فوسفاتيز بنقيس الالكالين فوسفاتيز República منجيس الالكالين فوسفاتيز من الطريق الالكالين فوسفاتيGM ومن خلالها بنقيس الابزوربانس اكتر من مرة لان الاكتيفتي بتزيد مع الـ time في حالة المانويل بروسيدجر فور الالكالين فوسفاتيز ميجورمينت بنعمل ميكسنج للرياجينت وبعد كده بنعمل انكيوبيشن لمدة 1 مينت وبنسجل الابزوربانس عند ويف لنس ربا مية وخمسة نانو ميتر بعد كده بنعمل ربيد الابزوربانس ريكوردنج بعد 1 و 2 و 3 مينتز بعد كده بنعمل الـ determination للـ average absorbance per minute اللي بنسميها الـ delta absorbance per minute اللي هو متوسط الـ absorbance في التلات دقايق بعد كده بنعمل calculation عشان نطلع الـ alkaline phosphatase concentration by unit per liter من خلال ان احنا بنعمل multiplication of delta absorbance per minute في constant factor اللي هو موجود قدامنا ده اللي هو 2774 وزي ما احنا شايفين الخطوات على الجهاز الجهاز بيبتدي يقيس الـ initial optical dynasty وبعد كده بمرور الوقت بيقدر يقيس الـ reading اكتر من مرة بعد كده بيحسب الـ delta absorbance per minute وبعد كده بيعمل calculation من خلال انه هو بيضرب الـ delta absorbance في الـ وبيطلع علينا الـ concentration of alkaline phosphatase وفي النهاية بحنا احنا اكلمنا على كل المعلومات الخاصة بالـ alkaline phosphatase enzyme test الـ alkaline phosphatase عبارة عن one of liver function test احنا بنعتبره colistatic enzyme الـ alkaline phosphatase بيبقى موجود في اكتر من tissues زي الـ liver والbone والintestine عشان كده هو non specific enzyme الـ normal value من 30% إلى 120% بنيزق في عينة السيروم بيحصل increase في الـ alkaline phosphatase في حالة liver disease زي السيروس والهيباطايتس والـ pulary obstruction كمان بيزيد في حالات البون diseases زي البون tumor الاستيو بيروسيس والريكتز اشتركوا في القناة